معثى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنيئة إلى فخامة رئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الإشتراكية الصديقة عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهني بمناسبة انتخابه من قبل الجمعية الوطنية الفيتنامية البرلمان رئيسا لجمهورية فيتنام الإشتراكية وأداء فخامته اليمينة الدستورية متمنع سموه رعه الله لفغمته كل التوفيق والسداد ومفر الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنيئة إلى فخامة رئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الإشتراكية الصديقة ضمنها سموه خالص تهني بمناسبة انتخابه من قبل الجمعية الوطنية الفيتنامية البرلمان رئيسا لجمهورية فيتنام الإشتراكية وأداء فخامته اليمينة الدستورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة